اهلا بكم مشاهدين الكرام في النشاط المسائية الاولى قرارات مستعجلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بولاية تونس وتطوره اتخذتها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ووفق ما افد به المدير الجهوي للصحة طارق بن ناصر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء فان هذه القرارات تشمل رصد مخالفات ضد الاشخاص الذين لا يحترمون البروتوكول الصحي ولا يستظهرون بجوازات تلقيح بالاماكن العمومية على غرار المستشفيات والمحطات والمغازات اثر زيارات ميدانية لهذه الاماكن سينظمها كل من اعوان الصحة بالتعاون وتنسيق مع اعوان الشرطة البيئية والشرطة البلدية وذلك بعد تكثيف الحملات التحسيسية لتوعيتهم في مرحلة اولى واكد المدير الجهوي للصحة ان هذه القرارات تأتي اثر تطور وارتفاع حصلة الاصابات بفيروس كورونا بولاية تونس حيث سجلت المنطقة وفق اخر الاحصائيات في السابع من جنفي 326 اصابة مقابل معدل سبع وثماني حالات على اقصى تقدير خلال شهر ديسمبر المنقضية الادارة الجهوية للصحة بالكاف سجلت بدورها 24 اصابة جديدة بعدو الفيروس وذلك بعد اجراء 430 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ السابع من جنفي الجري كما جاء في التحيين اليومي الجديد تسجيل تواصل ارتفاع نسق الاصابات بلجها حيث بلغ عدد الحالات النشطة المسجلة خلال العشر ايام الاخيرة 121 حالة مقابل اقامة مصاب واحد في اقسام الانعاش لتلقي الاكسجين وبدورها اعلنت وزارة الصحة تسجيل سبع وفيات جراء فيروس كورونا المستجد تم التصريح بها اوليا يوم الجمعة السابع من جنفي والفين وثمانمائة وسبعة عشر تحليلا ايجابيا من مجموعة ستة عشر الف وتسعمائة وواحد وسبعين تحليلا مخبريا اجريت امس لتبلغ بذلك نسبة التحليل الايجابية اليومية ستة عشر فاصل ستة بالمئة كما اشارت الى ان عدد المقيمين باقسام العناية المركزة بلغ مئة وستة اشخاص في حين يخضع ستة عشر شخصا للتنفس الاصطناعية في معتمدية المذهلة من ولاية غفصة انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات قافلة منحت لسكان المنطقة جملة من الاختصاصات الطبية المفقودة في المستشفى الجهوي واتيحها للمرضى فحوصات وأدوية مجانية قافلة طبية وعيادة خارجية مجانية انطلقت بمركز تصفية الدم بمدينة المذيلة وستتواصل على امتداد يومين في طب الاطفال والعظام والمفاصل وطب العيون والمعدة وغيرها من الاختصاصات الطبية التي تفتقدها الجهة معتها في امس الحاجة للمساعدات الطبية والتي ينقصها الاختصاصات الطبية وخاصة احنا اخترنا للمدينة المذيلة بما انها المدينة هذه تفتقر الى طب الاختصاص قمنا بتجهيز الادوية المطلوبة لهذه القافلة الصحية جمعية العونة المباشرة الكويتية في الموعد اليوم بالمذيلة كما كانت في موعد في قفصة في قفلة العيون وقد استفد من خدمة هذه القافلة عدد هام من اهل مدينة المذيلة الذين طرحوا مجددا اشكالية غياب طب الاختصاص والتجهيزات اللازمة باغلب المستشفيات المحلية بجهة قفصة وما يتكبده المواطن من عناء التنقل الى المستشفيات الجامعية او القطاع الخاص للعلاج انا المذيلة تنقص الاختصاص وكل جئت استقبل السمح قاموا بالواجهة مبارك الله وفيها أبار القافلة لهذه المذيلة السبيتر المذيلة راهو ناقص بارش حاجات من ضمنهم طبط الاختصاص برسك بنواحهم الكل ان شاء الله القافلة هذه عندها مدى بعيد على مسواة الايام القادمة ان شاء الله من خلال الالتزام ومن خلال استغلال عدة عمليات واستغلال عدة وضعيات الشمعية فيما بعد بيش نتكفلوا بها احنا كجمعية بشاركة ما الاعتراف المشاركة في الشي هذا كذلك اليوم القافلة توفر دواء مجاني وعيادات خارجية مجانية نقصين كل شيء وماذا بينا نتكثرون من القافلات على خطر ناس قلالة مع الناش معناش ونعدوا معناش نمشوا كل شيء بالفلوس دواب الفلوس معنى والدعم حد شيء اعتماد التباعد الجسدي وإجبارية ارتداء الكمامة من الشروط التي حرص منظموه هذه القافلة على توفرها لانجاح خدمة الطباء متطوعون لخدمة اهالي المضيلة مع موجة الوباء الجديدة التي تشهدها بلدنا خلال هذه الفترة في معتمدية الشيحية من ولاية اسفاقس انتظمت حملة تحسيسية شملت تعقيمة وتنظيف عدد من المدارس ومحيطها الخارجية حملة نظافة وصيانة لفائدة مدارس منطقة الشيحية باسفاقس اعقبتها عمليات تعقيم في الاقسام وفي محيط هذه المدارس وهي مبادرة مواطنية تطوعية بعد زيارة ميدانية وجرد كلي لكل معلومات والحاجيات المدارس ثم برشة مدارس صبوراتهم ماش صالح على استعمال صلحناها ركحنا بلوك سانيتير ثم برشة مدارس نقصين ضو وركبنا لضواء واليوم اختمناها ان شاء الله بحملات تزيين للجدران للبونكينات شوف الصغيرات ماشاء الله يعني شركناهم عليش هذه الحملة هي حملة أصلا تحسيسية للأطفال الصغار بضرورة وأهمية نظافة المحيط المدرسي سينة المدرسة وتزويق الفضاء الخارجي للمدرسة وتصليح بعض الأثيف فمعنا شكر لكل الإدارة الجهوية للتربية أصفاق السفنين ومركز الصيانة الذي سندنا ومدنا بالأشهزة ونجمنا نعمل وقفزها بالرغم من الوباء إلا أننا في يقظة تامة وفي عمل دقوب وكننا يد وحدة وقادين نتحركوا حركية منتظمة وصحية وبالبروتوكول الصحي كما تشوفوا عنا مدة ما بدينا نحضر في حملة النظافة والصيانة هذه بشاركة مع البلدية الشاحية وبشاركة مع المندوبية الجهوية للتربية أصفاق السفنين ومركز الصيانة أصفاق السفنين مشكورين للناس كل يقدمون كل التسهيلات هذه باش النجم ونقوموا بحملة النظافة والصيانة هذه لثمانية مدرس في منطقة الشاحية مبادرة كانت من المجتمع المدني وقينا كل التجاوب ويترحاب من الأطراف المعنية والمسؤولين هذه الحملة تأتي في فترة تشهد فيها المدرس حالة إصابة بالكوفيد ما يدعو إلى مزيد الحذر وتطبيق صارم للبروتوكول الصحي كما الموجة للفارطة حملات التعقيم متواصلة الحرص على لبس الكمامة التباعد أثناء الراحة في الساحة وتوفير مواد التنظيف في المجموعات الصحية لدينا مكينة تبخ كذلك البلدية حسسناها بأهمية الموضوع وبداية من اليوم بعد الحملة هذه لن تقوم بتعقيم كافة مدارس الشاحية فنحاولوا من خليوش الولي يقربنا برشام نحاولوا من ما يدخل كان بالباس سانيتار نحاولوا زادة كيف تلامذة نحسوهم اللي مريض ما يجيش فنحاول يحافظ على صاحبه يحافظ على أخوه يحافظ على أبوه مثل هذه المبادرات يمكن أن تساهم في تحسين جمالية محيط المؤسسات التربوية ونظافتها إضافة إلى ضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الصحي والمراقبة في هذه الفترة التي تشهد انتشارا لحالات الإصابة بالكوفيد في القيروان كما في عدد آخر من ولايات الجمهورية توسعت قائمة المواد الأساسية المفقودة في الأسواق منذ فترة نقص عمق أزمة المستهلك التونسية الذي عجز عن توفير احتياجاته اليومية رغم وعود الإدارة الجهوية للتجارة بتوفير التزويد اللازم من المواد الأساسية في الأسواق سواء في المساحات الكبرى أو في محلات بيع المواد الغذائية في ولاية القيروان مواد غذائية فقدت وأخرى سجلت نقصا كبيرا خلال الأسابيع الماضية وهو ما خلق حالة من القلق لدى المستهلك وطرح نقاط استفهام كبرى سميت الفرينة حاجة قليلة وجدتها النهارين حاجة قليلة لعظة الروز الزيت فما زيت مثلا جرون سيرفاس يجي يفرض عليك يجي بزو سكيل وسكر يفرض عليك وخوز وسكيل ولا تحير ولا تحير ما يقاش القليل ما يقاش بشيق بشيق حيث يتبوز الزيت بدأت 6.000 فرنك تالي قطاني شك كما السكر والزيت والفارينا والسميد اللي يستعمل المواطن معناها في كل يوم ذوك ما فيهم نقص برشا في التلفزة يقولوا هاو متوفر هاو تراشنية يقولوا هبقى لوا هاو هاي في التلفزة هابتوا قولوا مرومة فرماشي يقول معناها لي موش لمنكم أنتم تخبيوا فيه فقدين تام للمواد الأساسية الاستهلكية المواد المواد الأساسية العامة هي مزيدة ماطم الكوزكسية السميد الفرينة بشكل عام مضم المواد الأساسية لكنهم مفقودين مدير الجهوي للتجارة بيّن أن هناك جهود تبذل لأجل عودة تزويد السوق بالمواد الأساسية كما بيّن أن مراقبة مسالك توزيع متواصلة تزويد الحصص الشهرية يأخذ فيها المخابز بسيفة منتظمة موجود كل شيء بالنسبة للمواد الأخرين كما حكينا إن شاء الله نخلطه للتوازن العادي والتزويد العادي إن شاء الله نحن قاعدين تبعا بالميدا بالميدا نعارج وفيهم ويحاولون التزويد قاعد فما أسحيح فما أحدثت هذا وقد سجلت أسعار البيض ارتفاعا تجاوز السعر المرجعي الذي كانت قد وضعته وزارة التجارة قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسا المنعقدة اليوم تأجيل الإضراب العام الجهوي بكامل ولاية سوسا الذي كان مقررا تنفيذه يوم الثلاث عشر من جنف الجاري إلى موعد لاحق يحدد بعد إنعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل في فيفري القادم وفق ما ورد باللائحة العامة للهيئة الإدارية وعبر أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي لشغل بسوسا بالخصوص عن استيائهم من مواصلة استهداف الجهة باللا مبالات والاستخفاف بالمطالب المشروعة المضمنة في برقية الإضراب معربين عن إدانتهم لاستمرار الوضع الكارثي في القطاعات الحساسة والخدماتية بالجهة وفق تعبيرهم سجلت معتمدية مكثر من ولاية سليانا تساقط كميات من الثلوج عطلت نسبيا حركة المرور وقد سارعت فرق الحماية إلى فتح الطرقات عبر الكاسحات بيض النصع غط صباح اليوم ارتفعات ابن حازم وصدين وسوق الجمعة بمكثر من ولاية سليانا غادات تساقط كميات من الثلوج اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة عملت على فتح الطرقات والمسالك ونجدة السيارات العالقة وإجلاء المواطنين وخاصة على طريق الوطنية رقم أربعة فيما ساهمت الأمطار التي تساقطت البارحة في ذوبان كميات هامة من الثلوج قمنا للبارح يوم السبب بعد تساقط الثلوج تحديد المعدات تركيز المعدات تمتعنا فتح الطرقات الرئيسية في تجاه الروحي وفي تجاه السليانا الوطن يرقم أثناء في تجاه كسرة والوطن يرقم أثناء زد في تجاه سرس إعانة الوسائل للخروج معناها من المناطق السودية نعرفها نحن قمنا بعملية أجلاء بعض الموصابين لدرجة الحماية بوسائلة الحماية في تجاه المستشفى ومع ذوبان الثلوج شهدت مجاري الأودية تدفق كميات من المياه بما من شأنه أن يساهم في تغذية المائدة المائية وفي تحسين نسبة التعبئة في مختلف المنشآت المائية بالجهاء في أخبار الرياضة انطلقت مراسم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تصدفها الكاميرون انطلاقا من اليوم وذلك من خلال حفل افتتاح انتظم منذ قليل بالملعب الأولمبي بحضور أسماء بيرزا بالقارة السمراء والرئيس الكاميروني ورئيس الجامعة الكاميرونية النجم السابق للمنتخب سامويل إتو ورئيس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم وجاني أمفنتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حفل افتتاحا تليهي المباراة الافتتاحية بين مستضيف الدورة منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينفاسو فيما تلاقي اثيوبيا انتلاقا من الثامنة مساء منتخب الرأس الأخضر وبالرياضة مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر